أجهز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على آخر ما تبقى من آمال لدى إدارة شركة بوينغ لصناعة الطائرات للإبقاء على استخدام تراز 737 ماكس 8 ودعا إلى إيقاف العمل بها لحين التوصل إلى حل مشكلاتها التقنية وامتدح ترامب بوينغ قائلا إنها شركة رائدة وإن بلاده تولي سلامة الأمريكيين وكل الركاب أولوية مطلقة هيئة الطيران الفيدرالية ستعلن قريبا عن تعليق تسيير هذا الطراز وإن أي طائرة محلقة في الجو حاليا ستبلغ وجهتها ثم ستتوقف عن الطيران بعدها وقد تلقى الطيارون وخطوط الطيران هذه التعليمات بالفعل ونتمنى على الشركة أن تحسم هذا الخلل بأسرع ما يمكن قلوبنا مع ذو ضحايا الطائرة الإثيوبية وأصدقائهم فقد كانت فاجعة كبيرة موقف الرئيس الأمريكي جاء بعد أن قررت جميع دول العالم إغلاق أجوائها لطراز 737 ماكس وكانت السلطات الكندية آخر المنضمين لقائمة الرفض وفي داخل الولايات المتحدة ارتفعت أصوات طيارين أمريكيين تطالب بإيقاف العمل بهذا الطراز تخوفا على سلامتهم وسلامة الركاب إدارة الملاحة الجوية الأمريكية كشفت عن أنها طلبت من إدارة بوينغ تحديث برمجيتها خلال مدة أقصاها الشهر المقبل غير أن المشرعين في الكونغرس دعوا السلطات إلى تعليق العمل بهذا الطراز لحين رفع الخلل الفني بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة أعتقد أن من المنطقي إصلاح الطائرات لحين توفر معلومات أفضل عن الطائرة وبناء على قاعدة معلومات من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فإن عددا كبيرا من الطيارين الأمريكيين أشاروا أواخر العام الماضي إلى معضلات فنية واجهوها أثناء قيادة طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وفي إثيوبيا أعلن أن السلطات بصدد إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوروبا لتحليل محتوياتهما فيما أتدرت ألمانيا عن استلام الصندوقين لأسباب فنية الكارثة هي الثانية من نوعها في أقل من 6 أشهر بعد سقوط طائرة مشابهة تابعة للخطوط الإندونيسية Lion Air في 21 أكتوبر الماضي والذي أودى بحياة 190 شخصا